ضيفنا اليوم ضيف استثنائي ضيف يعتبر من الأدمغة الجزائرية التي لم تستغلها الجزائر هو ليس من الأدمغة الهاربة على فيد سيرفوشي بان سيرفوكيا فيه ما هربش هذا الماغ هنا ماذا من الأدمغة المنفية التي ليستغلت عليه الجزائر بل النظام الجزائري جعلت الجزائر تستغنى على دماغ مثل ضيفي ضيفي عالم في الفيزياء تحصل على شهادة في الفيزياء من معهد مساشوسة التكنولوجي في سنة 1985 في سنة 1987 تحصل على دكتورة في الفيزياء في الفيزياء وفي النووي في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بزوريخ ضيفي يعتبر من كبار الباحثين في الفيزياء وفي النووي والنظام الجزائري نفاه لأسباب سنكتشفها بعد والأحرى خلال الحوار الذي سنجريه معه اليوم ضيفي اسمه عند الكثير معروف اسم يدل على النزاهة يدل على النقاع يدل على التشبث بالوطنية اسم يدل على الترفع على كل ما هو مدي ضيفي محترم كثيرا لدى من عرفه عن قريب حتى خصومه الذين لا يعرفونه ولكن جعلوا منه خصم بمجرد أن يقتربوا منه يعترفون بوطنيته وبذكائه وبنزاهته ضيفي لا أطير عليكم اسمه موراد هنا موراد أهلا وسهلا بك السلام عليكم شكرا لك لا شرفت قناة أمال تيفي بحضورك وقبل أن ندخل في غمار الموضوع وذكر أنه من أسباب نفيك دخولك المحترق السياسي أليس كذلك؟ أكيد أولا طبعا نشكر القناة ومقدمتك التي في الحقيقة أحرجتني لأنني بصراحة عندي حساسية كبيرة من المدحب مع احترامي وتقديري لاستضافتك ويعني حق لم يمس مشاعر إنسان شهاية اللي ذكرتها شهاية أنت حاصل عليها نعم شكرا لك والصفات اللي ذكرتها الناس كل تعترف بها وبالتالي هذا ليس بمدح أنا ما بيتذكير ففقط يعني من باب الأولا أشكر يعني محل هذه الثقة لكن أنا شخصيا لست من النوع الذي يحب المدح ولا حتى المبالغة مع الاحترام مجددا وحسن الظن وهذا طبعا شرف لكم حبيت نضيف شي فقط يعني أنا ما نيش خارج إطار شي غير عادي في الجزائر فإذا تكلمنا على مستوى مثلا الإنجاز العلمي أعرف عشرات لمق المئات من الإخوة والزملاء والزميلات مثلا حتى نتكلم ميداني في الفيزياء اللي هم مفخرة للجزائر ومشاوا أكثر مني بكثير في هذا المجال يعني ما شاء الله عندنا إخوة اللي مشاوا في مجال البحث في معاهد عالمية اللي لهم حب كبير لوطنهم ولأسباب مرات مهنية محترمة محترمة ابقوا في معاهد في الخارج ما حبوش يرجعوا كذلك مرات كذلك لأسباب شبه سياسية أو شبه مرات شعورهم أن بلدهم يسيره للأسف في مجالات كثيرة وناس يحرصون على إبعادهم لأسباب مرات حتى بذيئة يعني تعارف مثلا وزير إذا لقى أساتذة في مستوى متطور أكثر منه يبقى يخمى في منصبه يعني ما يشوفوش باللي هذا رح يخدم الجزائر بالضبط بالضبط يعني أنا يعني ما رانيش مثلا خارق للعادة أو لكذا الله يسر أنني طبعا كان مسار الحمد لله تعدي راسة فيه شيء من التيسير من ربي من الوصول إلى ممكن أكبر المعاهد لكن ما رانيش خارج إطار معين وأفخر بأن كثير من الزملاء وأقولوا حقيقة مش كما أقولوا دفوس مودستي اللي مشاوا مسيرة ممتازة نفتخر بهم كالجزائرين في ميدال فيزيا ريارضيات العلوم تكنولوجيا والإشكالية ما يشفي عدم رجعهم بلاد يعني قبل ما ندخلوا في الإشكال السياسي أنا كان عندي زمالة من شتى بلدان العالم في معاهد كبرى والبلدان اللي كانت عندها استراتيجية تخدمة وطنهم نذكر بلدهم الصين ليعرف كثير من عشرات الناس والخبراء من المستوى عالي بعد تخرجهم كانت حكومتهم تقولهم ما تدخلوش الآن علاش لأن الشاب بتاع 25-30 سنة حتى تحصل على دكتوراه من معاهد عالي مازال صغير مازال ما ما رش عمل مازال ما طورش قدراته فكان يقولهم أبقاوا هناك حتى ينال تجربة بالضبط يعني ينال تجربة لكن في صلة طواطدة مع بلدهم يعني يمشوا يرجعوا ما عندهم مش مشاكل فيهم من يرحب بهم وعندما يمشي عشر أو خمسة عشر سنة رائع الكثير منهم رجعوا أصدقاء عارفهم يعني في أكبر المعاهد في الصين في ماليزيا في دول حتى جنوب أمريكا ورجعوا حقيقة كما يقولوا كان باقاج كبير وأعطوا دفعة كبيرة لوطنهم نحن بقينا في هذه النظرة يعني القاصرة للبعض يقولوا آه قريت ورجعوا ثم ثم وشفنا حتى الإخوة ليك يعني نعرف زمالاء دخلوا البلدان إما نهمشوا يعني يعطاوهم في أشياء لباش يكسرهم أو بعد وقت عودوا خرجوا لأننا ملقاوش إيطاقوا ما يجدوش الإمكانيات المادية أو حتى هما مكسبوش هذه الخبرة الضرورية النظرة البعيدة لتطوير الباحل التكنولوجيا وبهذه المكانة واللي تخليهم حقيقة يعطوا بعث ففي هذا الجانب يعني هذا سبب ممكن تقني نسميه في الجزائر لكن المعضلة الكبيرة في بلدنا وهذا اللي خلى أنا ممكن أثر على مساري واطرح لي إشكال اللي ممكن نقرنه من قلاب العسكري تاعة 92 وقع لي إشكال تعظامير من جانبين جانب أول أن كثير من الزملاء والإخوة واللي نعرفهم في الجزائر من ممكن في مناصب كانوا في الجزائر كانوا ضحية مباشرة لعملية إبادة جسدية مانيش نتكلم على طردوهم بحكم أن الناس اللي دارت انقلاب هم البعض منهم كانوا مترشحين والأقراب حتى أقراب مش مترشحين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ مثلا تم تصفيتهم جسديا يعني مانيش نتكلم على أسماء بعيدة أذكر لمن يحب يأخذ أسماء الأخ رصلي في مدير جامعة البوليدة اللي كان معاه أستاذ في الفيزياء الأخ أحمد أبو العرس اللي كثير منهم أصدقاء أعرفهم الأخ شريف باللحرش جراح كبير في مستشفى قسنطينا وهذا ما رفدوا له سلاح يعني في الأيام الأولى الأخ شريف باللحرش إلى يومنا هذا مخطوف أندي سباغر من المفقودين والكثير منهم أنا حقيقة هذه المرحلة عشت أزمة نفسية كبيرة بعيدا عن الحراك السياسي البحث يعني عندهم الحقل فيه سمليح مش مليح دار كذا فهؤلاء يعني من نخبة الجزائر لولا أحد حتى أنا متأكد حتى الناس اللي ممكن قتلوهم ما يشكوش في نزاءتهم وصفاءهم وقدراتهم وأتكلم عن مئاته ما هذه ذكرت أسماء لنعرفها شخصيا وأعرف عائلاتهم اللي مساكن كنت نتواصل معهم كانوا طبعا في صدمة يعني أكثر من كلمة صدمة فنبقى لحقها يعني موقف نقول لك نقطة تحول في حياتي فاعتبرت منذ ذلك اليوم أنه في بلادنا الجزائر وممكن حتى في بلاد أخرى مماثلة لا معنى للكلام عن البحث ولا على العلم ولا عن التطور قدرات في هذا الظرف السياسي يعني الآن أنت ما يقدرش يعطيك ضاميرك والله أعلم بكل تواضع كنت أمشي نعمل كما يقولون كاريير والأبواب كانت مفتوحة يعني الحمد لله ولكن أنت قبل هذا في 88 كنت مازلت يعني غير كما كملت دراستك نعم وديت تدخل في ميدان البحث كباحث نعم نعم الحراك اللي صرى أحداث أكتوبر 82 ومات لها من بعد من انفتاح سياسي بين قوسين هل كان لك دور في إنشاء الجبال الإسلامية للإنقاذ هل كان لك دور سياسي في ذلك الفترة حتى تجد روحك داخل الحراك السياسي 88 أنا كنت خارج الجزائر كنت أشتغل في المعهد التكنولوجيا في زوريخ ومتعاون مع منظمة الأوروبية للبحث النووي فما كنت في الجزائر طبعا تابعت الأحداث وعن طريق يعني عائلة والشي اللي صرعا والناس اللي نعرفوهم جال إنفتاح سياسي أنا ما كنت في الجزائر فلست ولا مؤسس ولا منضاوي بطريقة عضوية في أي حزب أعرف شخصيا من حكم الصداقة ولا في إطار آخر إما عن قرب بعض الناس اللي التحقوا بالجبهة الإسلامية هذا اللي كانوا بالملايين يعني وكل أنا لا أعتقد في عائلة في الجزائر ما عندهاش واحد خلوه واحد خلوه بابا بن عمو فهذه كان ظاهرة لكن لم أكن مؤسس وهذا ليس تهربا هذا واقع يعني مش معناه وحد يقولك لا أنا ما درتش هذا واقع الناس اللي أسوا الجبهة معروفين واللي ترشحوا باسم الجبهة معروفين وفي الوقت هذا كلنا كجزائريين أذكر بالانفتاح الديمقراطي لإسراء حتى في الجانب الجالية كان أمل وإشعاع لدى كثير من الجزائريين في الخارج للعمل لنصرة بلدهم مش حزب ولا تيار وأذكر كثير من المبادرات بين الناس في معاهد عالمية أنا أذكر كانت مثلا منظومة واسمها أنطا عملية نقل التكنولوجيا للجزائر من شباب يعني متخرجين من أكبر الجامعات من توجهات فكرية شتة كان منهم اللي ملتزم بالفكر الشيوعي واحد علماني واحد إسلامي فالتقوا كل الإخوة وكنت شارك مع البعض منهم في مؤتمر قلنا كيف نعاون بلادنا كلهم حزب منطقه اللي يقدر يساعد يمشي بمحاضرات وحد يبعث عتاد وحد يساعد طلباء يقلقى لهم منح إلى غير ذلك فكان حقيقة انفعال وكان أمل يعني أمل طيب أنت بالنسبة لك كنت تعتبر من المحظوظين أنك خذيت منحة من عند دولة بيش تدرس في الولايات المتحدة الأمريكية أنك يعني كنت عايش في مستوى مش مستوى اللي عايشينه الأغلبية اللي دخلوا الجبه الإسلامي الإنقاط نكاية في النظام حتى اللي صوته صوته نكاية في النظام وليس حبا في الجبه الإسلامي الإنقاط كاش يغمرك هذا الحس هذا لا أبدا هو موش قضي وكما تفضلت هو حقيقة أعتبر نفسي نعم من المحظوظين في تلك الفترة من ناس اللي فتحت لهم إمكانية الدراسات درست في الجزائر الحمد لله ربي وفق منذ وقت الشادلي كنت من الذي نفازه بطريقة جيدة في الباكالوريا واستقبلنا من طرف الرئيس شادلي وكانت في الجامعة نعم في الجامعة نفس الشيء وحتى الجامعة أنا أذكر شهادة لله يعني حتى ذهابي للخارج جابي شيء من تيسير من رب العالم حتى وممكن نذكرها في عشر ثوات نذكرها كان وقتها الأستاذ الفاضل إن شاء الله يكون مازال حي تايت الأستاذ مصطفى أبو هادف مدير الجامعة وهو كذلك من فيزياء ومرة كنت أمشي في أروقة الجامعة كان نهاية النهار خرجت من مخبر كنا نشتغل التقيت به صدفة والحق هذا يحسب له أنا ما عندي حتى علاقة معه سياسية ولا شيء فتلاقينا قال لي آه تدرس هناك له إيه فاش تدرس كلام في آخر نهار كان فارغة نتكلموا قال لي روح نتكلموا على الدراسة وكذا شرحت له وش نعمل قال لي وراك حتكمل قلت له إن شاء الله بهذا السمسر نكمل عجبوا للمسار إلى آخر قال لي وراك طلبت منحة قلت له لا قال لي لا ما طلبت منحة قلت له والله فما زال ما فصل شان يتكلم مع العائلة نمشي للذهاب لخارج فيه تعرف شيء من قال لي روح اجبد الميلف تاعي قال لي مساحتراك الأول قلت له الحمد لله قال لي لازم تروح وبعد خسر قال لي بصرافات كل مواعد وانا لا اعرفه باش يكون كاي الناس نزهى في الجزائر كما يعرفك لدي حتى علاقة بها قلت لك هكذا وإلى اليوم ممكن مش عافظة يذكر هو بالنسبة لي شاف آلاف الطلبة لكن اذكرها للتاريخ فشاف ملف عاية واحد مساعد قال له الملفات قال له خلاص يا سيد مدير بعدنا كل شيء للوزاع قال له هذا هو اللي ولي يروح قالوا يالو كان نمشي انا ندي الملف تاع قلت له شكرا لك وبالفعل بعث ثيان بعثوا لي قالوا لي انت تاخذ المنحة وتمشي وانتحب في امريكا يعني ما كلا بيستو لا ما عرف لا انا اليوم من هذا ما كنا تلاقى به بلكن يعني من باب النكتة عندنا علاقة لكن صراحة شهادة لله انا حقيقة كثير من الاخوة اللي شفتهم كاين حالت نعرفوها كاين لا ما نش نغطو لكن انا الشيء لالناس اللي عرفتهم فيما يدين معينة من الاخوة الجزائرين في اكبر الجامعات كانوا مفخرة للجزائر صراحة ممكن نذكر اسمها الناس في منتهى الكفاءة وبالدليل يعني شدوهم اكبر الجامعات هذا موش الناس سمشوا بيستو ولا كذا ربما كاين يعني هذي نعرفو اشياء تقع لا لكن معروف لكن حقيقة باش يكون نسان منصف كانت في عند كثير من الاخوة في الجزائر حتى في المسؤولين رغبة باش يعطوا فرصة لكثير من الجزائريين يتعلموا يقرأوا وهم مشكورين على ذلك هذا معروف انه الجزائر في السبعينيات كان ولاد الشعب كلهم يخذوهم من ناحي هذا ينسان باش ما يقولش وفي منتصف الى منتصف الثمانيات نفس الشيء يعني كانت الا لما بدأ الانفتاح الديمقراطي بدأ بيستو فبالرجوع الانفتاح الديمقراطي انا عشت كواحد في الخارج ومحاولة يعني يعني مساعدة بما نستطيع احنا ناس في معاهد في معاهد علمية في معاهد فكرية قلنا احنا نحاول نبدو الى وفكرنا كثير يعني في ذاك الوقت باش ندخله وعملنا اتصالات وانا ذاك الوقت جدني حتى يعني رسالة من وزارة العالي بتعيين في جامعة باب زوار وقال ارواح وكذا وكنا نعد ولكن بحث نووي بحث في علوم الفيزياء بش يمشي درس في جامعة باب زوار هذا هو اللي يبقى الاشكال ها وهنا صحي لكن نقول النية كانت جيدة هذه امور تقنية تناقش لكن قلت لك الرغبة تعكير من الجزائريين وهذه شاهدة الله كانوا وكان يدخلوا يعني كان يدخلوا في جامعات في وعملوا يعني حق انا احييهم يعني ب لان الناس كانت ممكن الدخل انتح المادي لا يقارن بالشي اللي عندهم حتى احتكاكهم بمجال العلم والمعرفة وكذا كان اقوى بكثير وان كانوا ضحاوا بامور هذه بصفة عنا حين نرجعوه لك انت موراد بنت سياسيا بعد توقف المسأل الانتخابي في 92 قبل 92 هل كان لك انتماء سياسي وبالتحديد انتماء للجبهة الإسلامية للإنقاذ ام لا انا لم انتمي رسميا للجبهة الإسلامية اللي انقاذ قبل حضرها ما ترشحت باسمها ما كنت عضو في مكتب منتاحة اعرف كما قلت كثير من الاخوة من الاصدقاء كان ينعرفهم حتى شخصيا يعني ممكن تكلموا على بعض الاسماء من قبل وقت طاويل قبل الجبهة طبعا انا لا اخفي انا اني ابن مساجد الجزائر انا التزامي اللي يسموه بالمسجد بكذا من قديم يعني ناس عرف قبل الجبهة قبل كل شي لكن لم ان انضوي وهذي كيمو قد مستهربا لكن لي حقائق الناس اللي داروا الجبهة معروفين وانا احترم كثير منهم كجزائريين لكن لم اكن منضوي في الجبهة الإسلامية الى ان اصبحت محضورة وممكن تكلموا وشترا من بعد انتقين مقبل ما تصبح محضورة هي بعد 92 لانو الحظف جاء من بعد في مارس في مارس ولكن بعد توقف المسار الانتخابي تم تشكيل اه الهيئة التنفيذية للجبهة الاسلامية النقاط في الخارج هذيك جات بعد شوية جات بعد لانكن الهيئة كانت واحد السنة تقريبا بعد الانقلاب في اه نظن اه اه 93 اه 94 و لكن من قبلها ديت تبرز انتها اخذت موقف انا الموقف انا الموقف تا اخذته في جنفو 92 ايوا اولا موقف مبدأ اي انا عندي تصور سياسي اولا انه لا ا انا اؤمن بحرية الشعب بالمسار الديمقراطي ولا أقبل بحكم العسكر أنا هذة هم الثلاث أسس ليتحرك عليها ما تحبش الحقراء ثاني أكيد لأن هذه إنسان أنا ما ننظرش كان جزائري يقول لك نحب الحقراء فالأمر الآخر أنني يعني كما أقول قصت بحكم معارف الشخصية يعني الناس أعرفهم في مستوى النظافة والنزاهة يعني سبحان الله شيء من اللؤلو في الجزائر أنا أعرف ناس كانوا ما نذكرش المدينة حتى ممكن رئيس بلدية كان قرب العاصمة كان رئيس بلدية في مدينة يمشي صباح يعني أكرم الله ينقي الزيق بيده حبا لملديته شفنا أمثلة رائعة ربما ناس شفوا أمثلة غير ذلك ممكن وهذا يقع لأن الناس بشر لكن أنا ما أعرفه من الناس الناس نزاهة فبمجرد الإنقلاب بدأت يعني تصفية جسدية يقول لا ما نكلم عني سجنوهم وهذاك شيء آخر وأعرفه العديد منهم الآخر اللي جاء مثلا من بعد أخ في الفيزياء كذلك فؤاد بوشلاغم الذي مشاوله للبيت فتح الباب عطاه بحبة في الراسة مام ولاده يعني أنتكلم يعني مو جالي كاني جاءت وقفة المسأل الانتخابي نعم ساعت كلات ما كلات يعني لأنه الآن تكلموا أكثر عن ضحايا الإرهاب بضضبط وما نتكلموش هذا عن ضحايا اللي يمشاوا نتيجة تعصف نتيجة هذا الشيء أنا اللي كان كذلك أصدمني هي الانتقائية في الضحايا طبعا كانوا ضحايا معروفين ومثلا قتلهم كانت جرائم من الناس اللي ممكن يسموهم هذا المفكيرين لناس اللي عادة كانوا من تيار قريب للنظام لكن الأغلبية الساحقة هذه الناس اللي أنا الحق ما أزقل بي منها أغلبية الساحقة من الشعب البسيط ولا حتى من هذا الطيار اللي أصبح نسميه هنا عملية شيطانة بحيث شفنا حتى للأسف التيارات سياسية صحافة معينة كان العملية واضحة دير له هذا كليتيكات إسلامي لتولي في أسابيع إرهابي وقتلوا والناس كل صفق وهذه مشي عشرات الإسرات أنا نتكلمه على عشرات الآلاف عشرات الآلاف من خيرة أبناء الجزائر وما ناش نتكلمه على ناس رفدوا السلاح وماتوا بسلاحهم هذا خير وخيارهم اللي رفد السلاح وقتلوه كذا هذا ما هوش نتكلم على ناس في بيوتهم خضاهم من المسكن في الطريق يمشي وبأدلة تعبلي اللي خضاهم مشي واحد مخبي لا بالناس خضاهم أجهزة أمنية تكلم مليح في هذا المنعطف كان بالنسبة لي إما أن أبقى أعيش في معزل عن بلدي قالوا دي خليها تخلى وانت عيش في لسويس وكولو شربوا ديرتا كاريير ما قدرتش قل لك صراحة ما قدرتش لأن تكلمك زوجة واحد صاحبك صحبة حقيقية وتقول لك زوجي داوه ولا قتلوه عاونوني تقولوا تقول لها صباح ولا خليني نحن خدم البحث ونلهاب بالقونطان موكتاعي ولا بمكاريير أنا أرى فيها ميش من رجوله لأن هنا الأمر أصبح في مستوى تقف مع ناس مظلومين أو أنك ستصبح من الشركة في تمس الحقائق وفي جريمة وفي موش ممكن جريمة لكتماك تقتلتهم لكن كأنك يعني نونستنس ناس ناس يعني ناس نبقى فيما صار فلذلك بدأت ذهنيا عرف بل الآن ما بقيت لا بحث لا كاريير لا مستقبل قلت الآن سأمشي فيما صار فليكلفني ما يكلف فبدينا في الوقت هذاك بدينا في مجال حقوقي بحث مع الأستاذ علي يحيى عبد النور وللتذكير كنت مع ثلة من الإخوة جاء معنا وحضرنا عملنا احتجاج أمام الأمم المتحدة في جونيف وجاء وألقى خطاب يعني لا يطوله في العمر كمين الرجال اللي منهار واحد كان عندهم موقف مشرف ومعوش إسلامي لا يعني يحيى عبد النور مساره معروف لكن الاحترام اللي كان بيننا وأحييه ورب يطول في عمره إذا كان ما كنت لقينا كان وحد إنسامبيوز حقيقة وأسماء أخرى مش من تيار إسلامي سنذكر أخر الحادث كان المفصل الآن ذاك مش قضية إسلامي أو غير إسلامي نسميها قضية رجولة وشرف أم نذالة والتقاط مصالح هذا هو المفصل هذا تفعل هذا هو كان قضية رجولة وشهامة ولا تمشي تضرب مصالح وتحقق مصالح على ظهر أبرية في هذا الوطن أنا بالنسبة لي الصورة كانت واضحة ما هيس قضية إراديكاتور أو كونسرفاتور إراديكاتور إسلامي إراديكاتور لا إراديكاتور إذا كان مش تصور أنا نشوف اللي كان يقضي على جزائري هذا إنسان مجرم أيًا كان إيًا كان ولذلك إحنا دائما من ذلك الوقت على ذلك من مثال النظار جمعتوا متحترجين من كلمة تسمى وها كي تو كي أنا نظن هذه سؤال لازم يطرح واللي يرفض هذا الكلام هن يقتلوا من طب هن لأنك تايذك على فقط ليطرحوا هذا السؤال إذا هذا متيقن بل للإسلاميين وكذا وكذا قتلوا وداروا وكذا يسيد تفضلوا برهن وفوتهم على عدالة وعاقبهم وفق العدالة إذا رك رفض السؤال إذن أنت عندك مشكل ونقول اليوم يعني فيه دراسات كثيراً دارت فيها عمل حقوق اللي بدام على الأستاذ علي عبدالنور كان إخواء أخرين أنا وحيي حتى ممكن بعض منهم قطع منه معهم العلاقة وقتها كان أستاذ كما صلحت دين سيدهم عمل قوائم جمدهم للناس خططفوا وعذبوا وإخواء أخرين عملوا أنا بالنسبة كنت مساعد معهم صراحة باش الناس لا يبخص الناس إشياءهم إخوه حقوقيين قاموا بنشر قوائم بنشر كتب الكتاب الأبيض للحقوق الإنسان وقتها يعني بحوث حول المجازر لأتشرف أن أكون مساعد بسيط وعطاو يعني تحليلات حقوقية لأصبحت مرجعية لكل من له عمل حقوقي نزيه ولكن مراد نعم كل من يطرح الموضوع من هذا الجانب نعم أنك لما تكلم عن الجرائم التي ارتكبت من طرف الإجهزة الأمنية يعطيك يعني بطريقة أوتوماتيكية إتيكات تأسلامي شوف أنا نظن الآن ممكن هي أمور تظهر مع الوقت اليوم اللي حب يكون موضوعي وفي موقف مشرف ومقصد من لي حيكون تسلسل زمني العنف واستعمال السلاح لأسباب سياسية هذا للأسف نعرفوه منذ قبل الاستقلال بشكونوا واضحين قبل الاستقلال في المرحلة المسار التحرري الوطني في خلافات في الجيش التحرير ولا كذا تتصفى بسلاح يعني عاشا مئات الثورة تكلل عني جايك علش هذكرت الثورة وهذا موش معناها الآن يقول لك على الثورة على الحمد لله الثورة خرجت فرنسا وكفاها شرفا لأن هذا كما يقول يا ديبالي نونيغوسيابل ستنبري دفعناه لكن أنا ما نقدرش اليوم نقول على الثورة فيها مشاكل هذا ثمن وكان ضرورة باش نحصل حريات وبناء الدولات جي من بات لكن باش ترفع علامك في أرضك وتطرد المستعمر ثمن ستنبري الباقية نشوفها بعد الفاصل وسنعود فاصل وسنعود إليكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة التي تجمعنا بالفيزيائي مراد هنا مراد كنا في الجزء الأول نتكلم على كيفاش تم هذا الموقف تاعك من توقيف مسار جنوذي 92 ودخور كالمحترق السياسي بطريقة يعني عالنية ومباشرة نعم فكنت ذكرت عني من كلك مرجعية تاريخية أنه المشكل اللي احنا عنا في الجزائر هو أنه الخلافات السياسية كانت تفصل عن طريق الرشاش والدبابة قبيل الاستقلال صائفة 62 عندما دخل جيش الحدود وأقال الحكومة المؤقتة في 65 انقلاب ضد بنبلة محاولات الانقلاب ضد بومدين إلى أن وصلنا يعني 92 مرة أخرى انقلاب ضد إرادة شعبية وكن مرحلة 63 أنا جايك أنا جايك الآن فيه محطات وين إذا استعملت هذه القضية السلاح ومنها حتى باش نكون ذكرت انت 63 وين الإخوان في الجبهة القوى الاشتراكية على رأسها حسين يتحمد اضطروا لقالوا وكاي الناس اللي بروا هذك رفدوا السلاح ضد نظام بنبلة لأنهم رأوا أنه ما هوش هو المسار السياسي الجيد فلذلك 92 أنا حبيت نوضح النقطة كثير من الجماعة اللي كانوا داروا يقول لك لا الجيش تدخل لأنه كان فيه عنف من قبل حتى بالمقاييس الإحصاء هما يرجعوا لقاضية قمار تاع 91 إلى غير ذلك هذه أمور تحل نسميها دورد ربيبليك دو بوليس ما يشتدخل الجيش كما صرت في تونس نعم حتى إذا صرت مجموعة عشر عشرين ثلاثين قتلوا ناس كذا هذا عمر بوليس يتحكموا يعاقبوا حسب العدلة ولكن ما تدرهاش باللي هذا ما سير شغل ثورة وشفناها من قبل حتى قضية بو يعلي يعني كانت علجت وما داروا شنقلاب ولا حبسه علجت طريقة أمنية معاها ضد هذا كده ولا أخذت مسؤوليتها 92 كشي آخر لأن الناس يقول لك عليها شاكين من بعد ناس من الجبال الإسلامية ولا قراب ولا أطراف أخرى رفضة السلاح أنا موقفي وهذا اللي ممكن دخل شغل حقد النظام ليك العبد الضعيف أولا رفض الإنقلاب الوقوف مع الضحايا وقلت أنه حتى بالقوانين الدولية وحتى بمسارات الشعوب عندما تأتي قوة قوة عسكرية تقف بالدبابة في وقف الشعب في وجه الشعب أنه يمكن لهذا الشعب أن يصور ولو مستعملاً السلاح هذا القانون الدولي يقول لك دباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقول لا بد أن تحتر بحرية الشعوب وحقوق الإنسان حتى لا يضطر الناس هكذا هذا النص إلى الثورة على غيبليون هكذا يقول الإعلان طرحك هذا مراد يخلي الكثير يشكك في موقفك يقول لك أنت لا تدين الإرهاب يعني الجرائم التي ارتكبت من طرف التنظيمات الإسلامية منها الجيهة والمياه يعني ظهرت تنظيمات مسلحة لم تدين هذا الجرائم وباقي عند موضوع الانقلاب من انقلاب والدبابة والرشاش طيب كلام سؤال في محل ومن حق الناس تطرح هذا السؤال أولا هذا الموقف الذي قلت هو موقف مبدئي وأنا أعرف يعني لأنه كان أولا الناس على الجبال الإسلامية منها عبدالقادر حشاني الله يرحمه بشهادة السياسيين سعد حميد مهري أي تحمد الناس كل ما نكترش نتهمهم أنهم كانوا قراب منه في التوجه قالوا أنه سعى وصارى جهده باش يلقى حل سياسي بعد الانقلاب اتصالات وحاول غموه يعني غموه رفضوا كل اللي يسمى منكوادر الجبال الإسلامي من الانقلاب وبدأت مرحلة يعني تعسف والتصفية والتصفية الجسدية الشباب اللي بقاوا طبعا وكان وريد لشيء معين من طرف المخططين تعالى الانقلاب هم المخططين تعالى الانقلاب كانوا يحرصون على أن ينتقل الصراع السياسي إلى الميدان الذين يحسنون التعامل معه هو الميدان السلاح عملوا كل شيء المسار السياسي عند أي محل نازيه يراه واضحا فمشاوا حقيقة مئات آلاف شباب يرفضوا السلاح وعندما يأتي هذا المرحلة تعالى العمل المسلح احنا نعرف أنه فيه اللي ممكن طلع بنية نقدر نقوله صادقة ولا اخلاص ما بقالوش أفق يدافع عن حقه وتأتي عملية الاختراقات معروفة الآن ما نعش نعطي أسماء لكن هذه في كل الثورات في العالم بما فيها ثورتنا التحررية محاولة الاختراق محاولات الأعمال اللي عمروش ربي رحمه وشدار في ملوزة معاهم محمد سعيد يعني الثورات عملية لابلويت نعم عندما تبدأ ثورة وحراك سياسي الحرب قذرة ومدمرة محاولة صراحة أنا أظن حتى الطرحات ما لازمش نبالغ فيها فيه أكيد لأن أمور موثقة وفيه ناس يعني تعرف الجيش من الداخل وذكرت أسماء وتواريخ فيخلينا على الأقل نشك جزائري إذا ما كانش عندنا نحسمه فيها لكن المسار استراتيجية تعفين الوضع كانت واضحة من عند جاية فكل شيء كان موجه لهذا الطريق الآن الإدانة أنا نتكلم نعطيكم مثالين أخوك العبد الضعيف في 94 95 وقعت انفجارات في فرنسا وهذا الشيء لش نعطي إدانة يجب أن يسجل أمام تاريخ هذا الشيء كانت من تارف كانت في رنسيا كبرا لك فيها كانت أنتنة 2 وقال لن يسك أن تخدمون المسارة وإلاك لن يسك يوجد على الأمور أمور في مرات في مرات في مرات في مرات في مرات من المرات وإلاك وإلاك لكن أمور انتك أمور أمور وإلاك وإلاك أنت قولوا قضية إرهاب جزائري معكاسات ساحة جزائري قلت المشكلة اللي رأي اليوم يدميني كجزائري وذلك الوقت قلت وهي مدونة عندنا أربعين ألف قتيل في الجزائر أنا كجزائري مع احترامي لموتاكم لكن همي الكبير مش التاعكم عندكم أجزائمية عندكم دولة خلي أتبين الحقائق لكن ما هو كذلك الدور فرنسا وموقفها من أربعين ألف ميت في بلادي فذلك أنا نظن الناس اللي قالوا ما أدنت شو لكذا شاركت في بحوث في عمل حقوقي بي نقول مشاركة بسيطة ما ندعيش لاباترنيتي ودرت قضية المجازر هذو اللي تكلموا فيها قالك ما أدنت شو لكذا مش كانوا يقولونها يقولونها في الرمكة في بن نيمسوس في بن طلحة جاجية واقتل لمدة ساعات مئات ولا الرمكة تقريبا ألف ميت شي شي مرعب يعني ذبحوا عباد الله في ليلة ويقول لك دالها الجية وإلى يومنا هذا ما كانش واحد في هذا المجازر المروعة جابوهن وقدموهن أنا مام العدالة حابين نفهمه أسيتي حابين نفهمه وهذا يعني بالنسبة لهم هو الجية والجية هو الفيس والفيس هو مكلوم إسلامي وهو دهينة وفلان وفلان وهذا كل لازم نرحوهم هذا هو الخط أنا أقول شي واحد أنا أقول شي اللي يكون نازيه يقول يأتي وقت وممكن راح أبدأ خين هذا الوقت نفتح ملفات بكل وضوح أنت من جماعة لي شكوا في أنه المجازر بن طلحة وبني مسوس وغيرها عملية وراءها الجيش سأقول لك شي آخر أنا من جماعة اللي يقولوا باللي وقعت حرب والحرب قادرة والحرب القادرة وش نعرفهم من كل أنواع الثوارات فيه الحرب اللي واحد يرفع السلاح ثم يصيبوا مرضى الرشاش يقول اللي يصوب الرشاش تعوف كما قلت تيرس توسكي بوش يعني مش مش شرط أنفيلتري يصبح يحل الإشكال السياسي بالرشاش ولو في صفوفهم حتى الجماعات المسلحة في وقت ما ولا تصفي في بعضها بعض وهذا معروف شي في أنماط الثوارات روحوا درسوا تاريخ شيكي فارا وتاريخ الثوارات والبلشيفية وكل الثوارات المسلحة والثورة الجزائرية عبان رمضان شخون قتله وعبان هو شحال قتل من واحد من خاوته الناس يعرف هذا تاريخ فلذلك أنا أقول فيه نصيب من الناس اللي وصلهم هذك الغطرصات على السلاح ما تفهمش معك يقتل وممكن كثير من الناس قتلوهم نسميهم بين قوسين إسلاميين حقيقيين إسلاميين بالمفهوم الناس رفعوا السلاح وقاتلوا طرف آخر بغطاء ديني ولا غطاء تعنتماس سياسي بين كينين ولكن من يمكن أن ينكر أن النظام بأجهزته ما كانش عنده يد في كثير من الأشياء ولماذا نحتاج اليوم إلى مرحلة ذاكرة وحقيقة ما تكلمش على محاسبات ممكن الشعب يفصل فيها كأمة لكن الذاكرة والحقيقة نحتاجها لأنني أنا ما نقدرش نتصور مذبحة تصرى في بنيم السوس والجيش ما يتدخلش وما يحكي مشوان يقدم ثكانات وما يجيبوناش ولو واحد لأن دايما هذه المشكلة دايما اللي داروها قتلناهم وقاضت عليهم قوات الأمن يا سيدي جيبونا واحد في كل مجازر جيبونا واحد نحاسبه واشكن يبحثه فلذلك طيب ما ليه هل تدين انت هذ المجازر التي ارتكبت باسم الجية بغض النظر عن من كان وراءها مدام يقولك هذه مجازر ضد مواطنين عزل ارتكبت من طرف جماعات إسلامية مسلحة أنا شاركت مع إخوة بقدر بسيط لأن ما نحبش نخوض الفضل لانتاحهم عامل جبار الوحيدين اللي داروا بحث على المجازر بإيدانة واضحة وبتحليل هم الناس اللي خدمت معهم الأطراف الأخرى اكتفت بمحاولة استغلال هذا للقضاء على خصوم سياسيين ونعطيك مشاهد المرحلة كيفاش مثلا مثلا أنا العبد الضعيف مانيش في الجزائر مانيش في الجزائر هذه رح نجوليها فلذلك عمليا ما نقدرش حتى نقول ما عندي يد ولا عندي كذا ومانيش حتى في وقت لاحق رح يريدوا أن يستغلوا أمر ويحمدوا بما لم يفعلوا كائن ممكن واحد تكلم قال عنده عبد القادر المالي أنا ما نكونش في المستقبل موراد السويسري ما شاركش في شي لا بالمليح لا باللي مش يمليح أنا مانيش في ميدان بعيد عنه أنا ميدان عملي وموقف تعيدانة تعوقوف مع مظلومين تعيدانة للإجرام اللي يقع في بلادي وضرورة العمل على حل سياسي لأزمة الجزائريين وكذلك وقوفي إلى الموت ضد المنحارفين في الجيش الجزائري والنظام العسكراتي ما قلش ضد الناس العسكر في كين فرق العسكري اللي يكون يحمي بلاده وموظف ويعمل بنازه وشرف هذا كنفضعه على رأس لكن العسكري اللي يفرض علي حل سياسي بر الشاش اللي يستفيد اللي ينهب اللي يرتاشي اللي يقتل خاوته أنا هذا ما مش عندي عسكري هذا مجرم لازم يزاح هذا ما خلى الكثير يشيطن مرد هنا في الخارج كما الشيطنة علي بالحاج في الجزائر وبالتالي كان علي بالحاج في الجزائر رأوا مسلوب من كل حقوقه ومرد هنا الفيزيائي العالم النووي اللي يرى وعاش في سويسرا بلقيت انت العدو ورقم واحد بالنسبة للنظام ويكفي ان يتقر اسم مرد هنا وإلا ونقولون كل مصائب الجزائر انت متحملها حقيقة طبعا هذا هذا تسويق من النظام فيما يخص علي بالحاج أنا أظن ما كاش مقارنة الرجل عانى الكثير اللي بالحاج فوت نسيت حتى عدد السينين اللي فوت 22 فهمت يعني وراجل يمنع بشيرو حيصلي راجل يسحل كل مرة مسكين يجي خارج من دار ويخطفوه مهما كان فكر الرجل وأنا في الحقيقة في كثير من الأشياء أحترمه أحترمه مطلقا مش في كثير من الأشياء في الأفكار هو إنسان له اجتهاداته والمجتهد حتى بالمنظور الديني له يعني حسنة إذا أصاب ويعذر إذا أخطأ لكن أظن أن حتى الشارع الجزيري يعرف حتى لي ما يتفهم شي معاه في طرحه أو في نقطة أو التفاصيل لديه محترام لأن الراجل الباقي نزيه نظيف وله مواقف مستقرة وأظنه حقيقة من الشرفاء في هذا البلد الآن من المنظور السياسي أنا أظن لازم يحترم لأنه يمثل رأيي في الجزائر هذا قل ما يقال قد يكون الحق لأي إنسان آخر أن يعارض بالعلي بالحاج ولا يحاججه ويضحظ الكلام نتاعه من حقه هذا مجال سياسي خلينا نعلي بالحاج نرجع لك لك أنتا أما الحق أنا أشوف أنا أظن الشيء اللي يقع هو هذا الموقف اللي خذيته ممكن بقوة وبحماس في 92 ووقتها ما زال ما نيش أعوض في الجبهة الإسلامية باش نقوله أنا جزائر إسلامي ممكن نصل لها لاش كانت علاقتي بها أو بحكم بعض المعارف إخوة عرفهم اللي كانوا هما دخلوا في الجبهة موقف في 92 كان قوي كان شديد لا أنا أخذيت موقف لأنه قاضية بنشوفها مش قاضية سياسية قاضية رجولها قلت لك تكلمك زوجة واحد صاحبك يعني كما يقول يتملحوا ومشا تقول لك يا أولادي يبكوا على بابهم قتلوها أمامهم واش ندير وعاونوني وانت تروح ترقد في فراشك وتاكل في سويسرا وتتنعم وما تنظرش يعني غير مقبول غير مقبول ولا تقول لأولادك أنا شاء الله راح ندير كاريير وأصبح بروفيسور في سويسرا وأكذا وأنجح كل واحد مع احترامي اللي يمشوف ذاك المسارة ماش معنا نقول هذوك كل واحد واش ظروفه وعندما كيتمسك أشياء في قرب أنا أعتبرها قضية رجولة ومبدأ فأخذيت موقف صريح تحركت بكل ما استطعت وقفت مع خيار المظلومين المقهورين الآن واحد يجي يقول لك لا لكن منهم اللي دار وواحد هذا كنت عارف وقتلوا لك هذه ثورة يا أخي هذه ثورة أنا مقدرش أولا ما نشنا لنوجه في الناس وش عندنا أنا راني في سويسرا ما نقدرش وش نكون باش يعني حتى وصائل الاتصال اللي كان اليوم ما كانش ما كانش باش تدرموا عد في هاتف ولا تبعث رسالة ما كان ولا شي بل من مصائب المرحلة كانت الناس جينوسيد بالحقوقين يقول لك مو جينوسيد وعرف لماذا لكن قتل جماعي أويكلو أويكلو ما ليه مراد نبقاه في لحظ هذا الموقف هذا والتشده تلك خلاك تخل الجبه الإسلامية للإنقاط وتقسط الهيئة تنفيذية في الخارج ونتا ترأستها كيش حتى وصلت ترأستها هو لا ما ترأس الجبهة باش نكون أمر واضح مش الجبهة لا لا الهيئة ما ترأستهش لا لأنه كان إخوة تاعة الجبهة اللي خرجوا وكان بحكم اتصالات تصلوا بالناس في الخارج تعارف الجالية وش كونه تعارف آخه وكذا فتصلوا بين عدم الإخوة اللي كانوا خزوا من الجبهة قال لك حبينا نشتغلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تساعدوا إلى غير ذلك فهذا سبب أني إشكالين إشكال لا يزال قائم إلى اليوم وهو أنني بالنسبة لأجهزة غربية ودول غربية نعطي مثالة وذقيلة لي يعني رسميا في محضر مع راح أذكر رسمه اليوم واحد مات اللي هو كان على رأس المخابرات عندما اعتقلت طرف الفرنسيين فيلي بروندو في ن beliefs كيف نقول اللي بروندو ق Lin أخبرك انني التع marketing قم على تلك صهر سببه سببه لقدت ذلك لنهالي كيف كيف؟ هذا هذا اليمني أعطينا سيدًا وكيف كيف حالك لبعه كيف معاكم وكيف يكون القدرين جديد المطاقين سيدًا وكيف معاكم ومعاكم قال ومع فريقا عندما كنت أمنى يقولون أنه يوليدنا في كتبكري كانوا يعيطوا للإرهابي بابا كان إرهابي وليوم جنرال فيرنسي نعم بابا قالوا علي خاتش كنا حارب في فرنسا كنا إرهابيين فالله قالوا قتالين إرهابيين قالوا اني هذا المثال ليس مدهوني فقط يكون عليه السبب لك فضلك لك أن ستكون في فرنسا وبعد قلت له أما قضية إسماعيل العماري اللي راك تقول عنده المصحف وكذا وكذا قلت له أنا رجع لك الكلمة واحدة قلت له تعرف عبد الحميد بن باديس رحمه الله قال له كان قالت لفرنسا قل لا إله إلا الله ما قلتها قلت له أنا أقول لك شيء آخر إذا كان هذا استعمال المصحف من طرف ناس انقلبوا على الشعب ويقتلوا في عباد الله فأنا اليوم أنا إش إسلامي أنا لا إيكي باش نقصوا الطريق سياسيا فم بعد أغضب وخلّوني سجنوا م بعد تخرجوني في مرحلة أخرى نحكيو على هذا مقبل منها مراد تقول له مادام الكلم يجي منك وإذا كان يعني اللي يحفظ رفض المصحف سفير فان مجنمان أنا شو بو إسلامي سوي ألايك دك تا إسلامي صا سي نبون كيستيو alors أنا لترم جريفت فاسكي لي كيما يقولو بيجوراتيف سيتان ستيريوتيف أنا مسلم وأظن بخاوتي الجزائريين كيما يقول حتامسكين هذك اللي بالك تلقاه يشرب تقول له ماكش مسلم ومسلم نعم قضية الإسلام الآن الالتزام بين شخص وشخص في ظرف واحد في حياته مرض قواله الإيمان صلى واحد كان حبيزها شوية ويرجع هذا هو الدين الدين هذا هو في وقت نبي صلى الله عليه وسلم كان المنافق الذي ذاكره ربي في القرآن في الجامع وإنشنا فلذلك من حيث الانتماء الحضاري الوجداني نتاعي أنا مسلم وأفخر بذلك الآن إسلاميستوصون اللي تهدر عليه تيفين وفرنسا إسلامي إسلاموي وكذا أنا لا عندي توجه آخر أنا أؤمن بانتماء الحضاري الإسلامي ليرتباط وطيد كما يقولون بوصول التفريع الإسلامي كتاب الله سنة نساء صلى الله عليه وسلم تاريخ هذا الأمة لكن قضية الوضع الطرح السياسي قد أفاجئ الكثير أنني ممكن أجد عندي طروحات في ميدان معين أستقيها من مدرسة ماركس لأن تسيير شؤون الدولة لابد أن يجمع كثير من المعطايات الآنية أن يجمع مصالح الدولة وكذلك نعلم حبر التاريخ حتى في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممكن أن يستعمل الدين لضرب الدين والمصلحة الوطنية كما رأينا في هذه الأيام وناس باسم الدين تقول لك ما يجلوك تخرج على الحاكم أنا ما عنديش علاقة بهذا الإسلام الذي تستعمله السلطة ولذلك أرى أن الإسلام سيعود عندما يكون متحررا من السلطة الإسلام هو نور هو رحمة للناس وهو ذكاء وهو حس بعزة وكرامة وخير للبشرية جمعا وهذا لا يمكن أن يوظف من طرف دول فالذي هناك المشكلة عند إخواننا يسمون نفسهم علمانيين مشكلة المسلمين مش أن الإسلام يعني يطغى على الحكم هو عندما الحكم يطغى على الإسلام هذه مصائبنا ولكن لما الإسلام يستعمل في تسيير شؤون البلاد يقول لك تمشي البلاد حسب ما جاء في الشريعة هذا كلام نسميه نتاع بروباغندا سياسية لأنه باش تمشي وسائل دولة وأعطي مثال بسيط باش نستفهم مش معناها أنت ما الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو يبقى للأمة الإسلامية رمز في العدل في الشهامة في تمثيل الإسلام في الحقوق عندما أسس للدولة الإسلامية وجعل يعني أراد أن ينظم الدولة هو اللي هو اللي يبدأ الدولة يعني بمؤسساتها بإدارتها شوف الناس اللي عندهم نظرة في حادثتين ولا أدخل على الأقل واحد ما نطورش على المستمع عندما جاي يستعمل إدارة استعمل لغة الفرس والروم استعملش العربية قالوا له بعض صاحب سعدي تعال كفار قالهم لكن هي هي اللغة الحضارة الآن هي اللي غايت سير إحنا لغتنا رانا ما زال ممكن ما ما اتطورتش وباقية اللغة العربية لم تصبح لغة الدولة الإسلامية إلا في عهد الأمويين عبد الملك بن مروان فلذلك هذا النظرة الواقعية الذكية لتسير شؤون الأمة أنا أرى هي من لب الإسلام أما أنك ترمي شعارات مني حال لتحفيز ونحب الإسلام والشعار لكن تسير الدولة تحتاج ذكاء تحتاج نظرة سياسية ثاقبة وجمع كلمة الأمة لأننا عندنا رأيه لا تجتمع أمتي على الضلالة هذا هو الأول أني برسه وهذا يخليك تقول كما كنت تقول فيها ذرك أنه في تسير شؤون الأمة شي ما يمنعك باش تاخد من مدرسة الماركسية الكلام هذا مراد يعرضك من جهة ما يدعو أنهم لايكيين حطينك إسلاماوي والآن مذرك الإسلاميين راي يحطوك لايكي وعلماني هذا صحيح هذا صحيح لأن نشوف لذيكات سهلين سهلين وهذا صحيح ولذلك أننا نرى أنه متى تتطور الدول والحضارات والأمم عندما يصبح عندها عقل راجح وعندما يسمى عند دول أخرى بالليل بيان كوما الصالح العام الصيغة التوافقية لأننا عندها مبادئ مثلا اليوم جزائري أولد في أرض الجزائر بحكم ماذا أنت راح تمنعه من وطنيته ولا من المواطنة تتعو إذا اختلف معك في الرأي وأنا عندي منطلق عقائدي واضح اللي يرفض الحوار نقوله أنت ضد كتاب الله لأن رب العالمين خلى إبليس اللي مكاش أقبح وأسخط من إبليس كانش سلمال أبسول خلاه يهضر مش يخلاه يهضر بر يهضر ويهدد والروح نفسد قال له وخرج عن طاعة وخرج عن طاعة قال له ربي روح ويجي نهار وانت تحاسب فلذلك كيف أنا بحكمي ماذا يجيني واحد يختلف معاه في طرح فكري سياسي ثقافي نظر على لي أمره نقول له لا لا نرحيك هذا موضوع ولا هو يقول لك كده نرحيك لا 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 فلذلك إذا ما رقيناش لهذا المستوى رايح في آخر المطاف ندمر نفوجنا وما نخدم لا دين لا حضارة لا وطن دايما توجد في كل تيارات جناح متشدد وجناح طبعا لين انت مراد في 2002 إلى غاية 2004 تم إنشاء مكتب تنفيذي للجبل الإسلامي للإنقاذ تنفيذي كنت رئيس من قبل هذا فيه ناس يقولوا هذي انتهازية منك لأنك تمعت حتى علاقة بالفيس وحبيت تكسر الفيس وخرجته من زاير وجبته لأوروبا والاجتماع أنت في باريز في أوروبا في أوروبا قلوا في أوروبا مشي في باريز لأن باريز عندها شحنة معروف مشي في فرنسا أصلا هل سنزيد نوضح طيب حبيت تركب الموجة وحبيت وجيت متأخر 2002 يعني عشر سنين بعد الانقلاب ما سميتموه أنتم بالانقلاب أنا صح فين بقى محايد صح مات يعني الانتهازية أولا بكل صفا وصدق أقول من حق هؤلاء إخوان ينظروا الأمر نالمنظر صدرك واسع أنا مشي صدري واسع أنا عندي شيء من فلسفة السياسة أن الرجل اللي يكون المرأة اللي تكون في السياسة متهم حتى تثبت براءته موش كما الأمر الجنايات الجنايات راك باري حتى تثبت لكن السياسي متهم حتى يثبت براءته فلذلك الإخوة اللي قالوا ذلك الكلام أحترم ورأيهم مو من حقهم لكن أنا أقول شيء وحيد علاش قبلت ودرت هذا شيء مرة أخرى قضية رجولة هذا مشروع المؤتمر كان فكرة عبدالقادر حشاني ربي رحمة رحمة وكان مش من دخلش في تفاصيل صراعات داخلية كان غير قابل تماما توجه بعض الإخوة تعالجبه في الخارج خاصة بعد الهدنة لدارتها الجيش الإسلامي وهو قال الجيش الإسلامي ما وش تعالجبه قالها صراحة حشاني واللي كان معهم ما عجبوش الحال عن طريق معارف صار بياتصال بينه ابن العبدالقادر حشاني مباشر نكون تكلمنا وترسلنا قال لي شوف انت ما كنتش معنا في الجبه لكن لك مواقف وأطلب لوجه الله وجه الله يقول لك حاجة هكذا يفشلك صحيح قلت له عبدالقادر وش تحب قال لي حبنا ندير مؤتمر نعطه الصوت للجبهة والإخوة كثير معايا قال يشوف من بعض الإخوة كثير ساعدوا وديروا نادش يساعدوا في الجزائر مستحيل لكن نعطيك العهد أننا ندعم ذلك وحتى الشيخ عباسي طلع رسالة أنا قلت له لازم يكون تفويض باش ما يقولوش انتهازي فيها رسائلة جاهز الأمر فقام وصلنا للإعداد له عبدالقادر رحم الشري رحمه الله ما اكتبوش الحظ يصل لهذاك اغتيل قتلوه رب يرحمه ابقى مع بعض الإخوان نوقفه واخرين نقال لك أمان أمان يجمع أمان وسيرت ودخلنا كما يقول البعض يقول لك لا ما نديروش سنة في الداخل واخر يقول ما نقدرش في الداخل وفي الخارج وكذا وكذا وإلى غاية ليلة عقاده كل ما أقولها كلمة واضحة مكتوبة للتاريخ كل القيادات المعروفة للجبهة قالت امشوا ديروا المؤتمر بهذا الشهور ساعات قبل البعض منهم قال لك لا لأنه ما كان عجبه مش بعض الأشياء في التوجهات المكتوبة في طروحات سياسية لاش الله أعلم لأنه كان في خط شوية كما يقول مرات راديكالية لأنه ما نمشيش في نصف الحلول مثلا حل المعضلة الجزائرية بين العسكريين محاولة تهميش شيخي الجبهة اللي كانوا مسجونين ذاك الوقت قلت لا هذا ما نقبلوش والطرح السياسي من الجبهة لازم يكون يعني كلام واضح وصريح لالتزام الجبهة بالمصار الديمقراطي خط سياسي لنكون يكون صارح بالديمقراطية الحقيقية ساعات قل قبل عدقاء المؤتمر قال لك لا لا احنا ما نوافقوش البعض بعض من باش نكون واضح ندار المؤتمر خرج وكذا بعد الإخوة القينا ثاني كما يقول واخره واحد دايما القارح دايما مدافعينه كلمنا الإخوة لمشايخ الجبهة في الداخل قل مجمع على قل خوض انتم المكتب التنفيذي تعجب قال لك لا احنا لا لا لأسباب أمنية وحتى الشي اللي قلته ممكن يحملنا الكثير وبالك ما ناشي موافقي على الأشياء قال لك لا ابقينا كلام قال الإخوة لك قال لك اروح انتم وراد يا جمع أنا صح ارا في نفسي يشكل متطفل على الأشي في الآخر قنعوني قدرت هذا الشي كلفني من أقناعك يعني هل جمعت الداخل أو تان خارج فيه الاثنين فيه الاثنين ممكن هذه أمور حفظا للأمانات على الناس لكن نلجبها فيه اللي رفض وقال لا باش نكون أمينة قال لا وهذا بالكلام اللي قلته وراك انتي هازي وما نقبلهوكش وفيه اللي قال فابقى سياسي فراخ وبمجرد ما اخرج هذا قزيد خضية صفحة أخرى من طرف السلطة تعدوها الأوروبية هذه النجيلة هذه اللي ما علاق لك التلفز قال لك ما تدخل في حتى بلاد البلاد اللي كنت فيها في سويسرا قالوا اللي تجيبك وقتك اليوم ما عندك ولا ورقة ولا لا انت لا أهلك كما قلت أنا جيل لهذا فهذا العمر أنا أخذت منه الكف يعني نهاره ليل باش نفهم لا دفعت من كبير أمام الناس كما قل هذو الاستئصاليين القاول اللي يعطوه المطرق إلى أن خرجوا الشيوخ من السجن أيوه هنايا لنجينا هنايا خرجوا الشيوخ من السجن الحمد لله قلت الآن سواء من حيث المنهج السياسي ولا إرجاع الأمانة إلى أهلها تصلت بالشيخ عباسي والشيخ علي قلت لهم يا ودي كما قل مكره أخاك لا بطل جماعة طبعوني كذا كذا الآن الحمد لله أنتم أصحاب الأمانة أنا اليوم خلاص كجندي كواحد اللي ممكن يعين بلاده ويسعى في مساء الخير أنا موجود بالشي اللي قدرت لكن كحاجة تعواجها أنا خلاص مهمتي صحنا جينا مورد يقول لك مورد هنا ادخل الفيس كي كانوا الشيخة في الحمس كي خرجوا خرج من الفيس نعم وهذا موقف أتشرفوا فيه أنت قلت هاري بعد نعم لأن علاس في عندها مدة يعني مؤسسوا الفيس هم أو لا أنا أنا مش دوري ما بين الشيخ علي والشيخ عباسي هم أصحاب الأمانة يأخذوا مواقف صرا كلام وللأمانة يعني خاصة من الشيخين قالوا لي ما تخرش هذا أمرتين واجهة في الخارج لا بارك الله فيك وفي حتى من ناس تعال جبال قالوا لي راك خوفوك هذا شغول لك هربت يعني من كين جاناح اللي قالوا لي كنتني هي هازي ومن بعد كين زيت خضيط مضرب وعدا قل لي قالوا لك خوة راك خوفوك وما حبيش تتحم لا قتلهم كمسعى سياسي الجبهة الحمد لله وجوها التاريخية اللي معلها أي غبار بالنسبة لنسعى الجبهة علي وعباسي هما الجبهة يعني الرئيس أنا برأي أنا وش دخلي هما لي يأخذوا مسؤوليتهم أنا الآن عندي مصار آخر مصار آخر بقيت في المصار السياسي نعم برغم الشيء اللي قدرت وحاولت يعني باش تكون عندك صورة أخرى يبقى أنه انتمائك نلفيس وحتم كان يعني بين قوسين لفترة قصيرة جيت ملأة فراغ ها كما قلت شديت الأمانة هذي خرجوا مالها قال هاي ليك هذي خلتك تفاع ثمن كبير كما قلت نعم هو ثمن أول حاجة أوروبا صرت فيها تنعت بالإرهاب لا هذا النعت هذا نقول لك في أمور ما يش يعني موثقة مثلا بالنسبة وهذا لفعل فعل نظامنا نظام جزائري نظام يعني يعني حتى يعني أساليب منحطة تتعرف باللي سفير كان مثلا عدة سفر واحد كان في جزائري ما وش هذا أكبر كين بعلي كين سطاف لأن هذه أمور موثقة ماش نتكلم على قيل وقال مثلا رسالة من السفير الجزائري للكونغرس الأمريكي اللي بعث لي في طار اعتقالة وفد من الجهات الأمنية الأمريكية جاءوا لي بالشرطة وكذا مع السويسريين قالوا الآن عندنا حاجة اللي ممكن تخطي تدفعها غالية قال جاتنا معلومات من النظام الجزائري باللي راكنتا اللي تعد برنامج نووي للقاعدة كي ما قولوا غيانكسا بابلوس قلت له ما ودي بونت وما عندكم أجهزة أمنية إذا درتها ما نظنش تخفي عليكم رأني في بلاد سويسرا اللي معروفة يعني شرطتها في الطراز الأول في العالم الذبانة ما تتحركش ما يلعبونكش سما الناس فيها الشيكولة والدرعم وكذا لكن روح كسر لانبافلين شوف يعرفوا وش يصر عليك قلت له ماذا كايش من هذا القابل قالوا لي لا لكن نفس الكلام تعرندوا قالوا لي على بنا قلبك وش فيه قلت له كذا قلبي جرحوه وده قلبي فوقت له معلاش قالوا السلطات الجزائرية قالوا إن هذا الشي طبعا هما باش ولكن سبولك تهمة مليحة إنهم يربطوك بالقاعدة لا لا هما هلا وكلام وإلى يومنا هذا السلطات الغربيات شوف فيه إنسان لأن لأن أنا أقول لك صراحة أنا كنت أتكلم ما عنديش حساب سياسي حتى لجمع هذون أمريكان كي جاي قلتم أنا أمريكا كبلد أحترمه وأحب كثير من الأمريكان وبلد فيه شي من الأمر الرائعة لكن سياستكم الخارجية في بلادنا العربية والإسلامية مجرمين أنتم مجرمون ما عجبكم الشي هذا ما عجبكم لا يسأل عليكم مش معنى أنا راح نتعدى على أمريكا ولا يمانيش في هذا الإطار لأن نحن سياسيين ما عندوش معنى لكن الكلام السياسي قولوا لكم فلذلك هم هذة الدول تعارف الأجهزة الغربية عندهم حتى في المنظومة الاستخباراتية عندهم سكونا بل دي سيرفيس يعني أغريسيف يعني مش للدفاع عن البلد باش يجيوا الجهات أخرى تمشي معنا ولا نكسروك فلذلك أنا أقول لك باش ما نشعن بيحبي سر منهم في هذا الجلسة وبشهادات موثاقة واحد منهم تعال الأجهزة الأمريكية قال لي علاش ما تنعال سبليس وتجي لأمريكا وعندك وش تحب قلت له أنا نفس الشريطة الشيخ بن باديس لا يرحمه قلت له الله لك انت دخل لأمريكا الجنة ما نروحش لها مش كرها في أمريكا كبالد ولا وعود قلت لحظ تعنت هو رجالك انت رجل مسالم سمعت ما عرفك ملي مسالم سمعت رجل مسالم رجل علم رجل ابحث كيف هاش تتجدروحك نتيج تعنت هدايا تجدروحك انه سيطن انه سلطة الجزائرية وش دلت لحب بش توصل يعني تشكي بيك عند أمريكا وقال هذا راه هو يحضر في برنامج نموبيل القاعد استهمة كبيرة نعم تعيدوك القوانطانا مو عينك لا لا تصفى أمريكا تصفى يعني ما واش لي خل هاد والله شو يعني أنا أقول لك السياسة أراها مش باب استرزاق مش باب طلب منصب ولليوم أقوله هاني أمري بش يكون أمر واضح يعني كثير نس يقول هارم يوجدو فيه ناس حتى عندما سجنت في فرنسا هذا جيل موضوع كان منهم قالوا فوق كذا يولون فار كالك أنا شوف أتفه شي عندي في قلبي هو المنصب السياسي أتفه شي أملي الوحيد في بلدي أن أعيشها حرا ومشي مع الناس البساطة تقولي أتفه شي وانت فضلت ضحي للمبدأ نعم للمبدأ نعم ونترح تدير السياسة لا للمبدأ أنا من أعمل سياسة الاسترزاق ولا لمكاسب سياسية أبغض المنصب السياسي أحب السياسة بالمفهوم النازيه النبيل النبيل يعني حوار بين الناس التقريب بين النظارات مراقبة الحاكم إصلاح بلدك العمل الجمعوي النازيه أنا هذه عندي السياسة السياسة وش معناها تسوس الأمر تعمل الشيء أما قضية المناصب وكذا سياسة هي كذلك روح العصر والكذب سياسة كذب سياسة احتيال سياسة خداع سياسة تبراعية كما نقول وهنا وهذا هو لنعرفه أما النظار شيء آخر شوف هذا لا أشاطرك الرأي وشوف أعطي مثال حتى من الناس اللي تابعت مسارهم نقطة نقطة وفي الأول قريت حتى كتب بتاعه وكي خرجوا بالأنجليزية نانس المندلا ويبقى مثال بالنسبة لي شوف الرجل علاش مثال في أشياء كما يقول جمي دونتي فيها سيرتان شوز مع كل تواضع يعني الناس تحبت هو له مسار وأنا إنسان بسيط جزائري كما يقول داتوا الأيام في طريق الرجل في وقت ما وقف واعترف بأشياء فيما بعد كان إرهابي نانس المندلا بدأ إرهابي بالمفهوم القانوني القانوني يعني ما أفهم ونعرفه في الجزائري عندما جاء حتى معجيش تحرير دربه وكلوندستا وبأوراق مزورة ورعيح إذن أخذ دي بلان في الإرهاب عند في الجزائر نعم وهذا فخر للثورة الجزائرية في محطات أخرى كان عنده مواقف اللي ممكن البعض يشفى متصلبة هو كان عنده الأبرتيد أنا كشخص عندي هو حكم العسكر وعود العسكر موش معنى الشتم في العسكرية النازية تكلم على فرض السياسة من طرف الرشاش الذي يحميله الجنرال أما العسكري اللي يكون يحمي البلاد مضحي حياته أنا هذا أراه لابد تعطى له كل التكريم كل الوسائل قد ما تعطيها قليل لهذا في هذا الطريق لأن هذا على ثغرة البلاد هذا الرجل أولا لماذا نقول لك أشياء تاري قلت لي كذب ما كذبش كان يقول كلامه وكلفه الكثير ونقول لك شيء آخر حتى قضيت علاقة أمريكا أنا أقول لك كان انتخب رئيس كان ممنوع من الدخول أمريكا كرئيس لأنه إرهابي أمريكا كرئيس أمريكا كرئيس